موسيقى جئنا هنا لنحية ذكرى رحيل الشهداء الأبرار ونتمسك بنهجهم في مقاومة كل الطواغيت وأيضا استعدادا لإحياء تأبين رحيل الأب الحنون الشيخ الجمري حقيقة لا يسعني في هذا المقام إلا أن أقول هم الأحياء ونحن الأموات وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسير على هذا الدرب وفي خطاهم إن شاء الله وأن يميتنا كما أماتهم فسلام عليهم يوم مولدوا ويوم عاشوا وهنيئا لهم يوم السشهد دفاعا عن هذا الوطن ودفاعا عن الدين وإعلاءا لكلمة الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طبعا شعب البحرين ارتبط بهذا التاريخ منذ 17 ديسمبر 1995 حينما سقط أنهانيان ومنذ ذلك الوقت شعب البحرين يقيم هذا اليوم ويحتفي بذكرى الشهداء ويبجد ذكرى الشهداء طبعا شعب البحرين يتذكر الشهداء كل يوم ولا ينساهم ويضعهم أمام نصب عينيه وأولا الشهداء الذين بدماءهم استطاعوا فعلا أن يعطوا هذا الوقود الكبير الذي جعل من الثورة مشتعلة طوال سبع سنوات ونعيف ونحن على مشاهد الدخول اكتمال العام السابع ودخول إلى العام الثامن ونحتاج اليوم أن نكثف جهودنا أكثر من أي وقت مضى بدماء الهانيين الذي سقط قبل ربع قرن تقريبا أصبح النصر محتوما وبالثورة المضفرة التي ما تزال مستمرة ولله الحم أصبح هذه الدماء أكثر جريانا وأكثر قداسة والله سبحانه وتعالى وعد الشهداء بأنهم خالدون وما دموا خالدين فإن ثورتهم خالدة وإن شعبهم يقض وحي ولذلك شعب البحرين ينظر إلى هذه المناسبة ذكرى إعزاز وإكبار وإجلال وصمود ويرى أن من سفك الدماء سينتهي وسيسقط بعون الله تعالى الأثر الذي يحدثه الشهيد حين يصعد بروحه يحدث فورانا في النفوس ويلقي الحجة على الآخرين جميعا لهذا فالاحتفاء بالشهداء هذا أبسط وأقل ما يمكن أن يقدم لهؤلاء الأفذاذ الشهيد بالمعنى السياسي هو من يلقي الحجة أولا على المتقاعسين ولو برئوا نفسي ويلقي الحجة على المثبتين ويلقي الحجة أيضا وهذا هو الأهم على كل من يدعو إلى طريق غير طريق الشهادة والشهداء لأنه بشكل أو بآخر يساهم في قتل المزيد من الشهداء ومن يتخلى عن شهدائه أو ينكر فضله فهو في واقع الحال ينكر إنسانيته ويتخلى عن دينه وأيضا يبيع وطن وفي هذه المناسبة لا نستذكر الشهداء فقط وإنما نتشبث ونعتز بقضيتنا وبثوابتنا ونستذكر الشهداء الأحياء هناك شعب البحرين ما زال يعاني من الظلم وهناك شهداء أحياء في داخل السجون وشهداء أحياء خرجوا من السجون وهم يصارعون الموت بسبب الأمراض التي تعرضوا إليها لسبب التعديب والأوضاع السيئة في داخل السجن وبالتالي يعني بات علينا الواجب أكثر أن نحيي هذا اليوم والواجب أكثر أن نتحدث عن بطولات هؤلاء الشهداء نحن لا نتحدث فقط عن أنهم مظلومون وأنهم مقتولون وأنما نتحدث ونتباهى ونفتخر ونعتز ببطولاتهم بصمودهم بإبائهم ونستلهم منهم ونرجو من الله أن نسير على خطاهم وأن تكون نهاء خواتم حياتنا كما ختمت حياتهم إلى الحياة الحقيقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة